طب أبقى شبه مين؟ أب والأم؟ لا وعلى فكرة هو في فرق بين كمان في حاجة سمعين؟ هو مش بس فكرة الجينات أنا بس عايز أقول لهم رسالة و لما يبقى فعل الأب عصبي الطفل بيبقى عصبي طبعا لا خلي بالك معه طفل كمان خلي بالك في حاجة اسمها إن أنا بتربى بالإمتيشن بالتأليد يعني إمتيشن بالتأليد أنا بقلل أنا بشوص أبويا بيعمل إيه فبعمل زيه إن أنا عارف إن أبوي هو الصح إن هو يخش يرمي الحاجة ويبهدل الدنيا ويكسر الترابيزات ويزعق لما نعمل حاجة غيرت ويزعق لما عمل حاجة ويضرب ده بالقلم ويضرب ده مش عارفينه أنا بقلده أبويا طب الطفل بيقلد مين مامته ولا باباه الولد أكتر بيقلد أبوه والبنت بتقلد مامتها في التأليم إيه لو مامتها بردة تبايا بردة ممكن ممكن تبايا تتصرف إن هو البنت بتشوف إن دي أونسة زيها فبتبدأ تعمل كده إن هي بالنسبة لها الأم هي دي الصح والولد بالنسبة لها الأب هو ده الصح طب المرض بقى العصبية المرضية العصبية المرضية دي بتتنقل في الجينات إيه بقى بتيكي إزاي لا في جينز وفي كامية في المخ في حاجات DNA طب تتتعالج إزاي دي ملاش حال العلاج بقى هنا بيبقى فيه أدوية فيه جلسات علاج نفسي لا 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 لازم نعمل مهدئات وكده طبعا فيه أدوية بتتاخد بتمنع الإمبالسيفيتي دي بتنفع للعدواني طب وأحمد بكر يكون محتاج كده طب يعني أصل أحمد لا يا دك إحنا دخلين على مستوى جرائم إحنا بلتكلم على مستوى جرائم طب هممكن يكونوا استفزوا صحابه ممكن يكونوا استفزوا لا هو مش العادي إن حد يستفزي إحنا كده بقى في غابة بقى لا لو حد ضربني هضرب أنا بقى عشو ما ضربوه هو ما قالش إن هو ما بيضربوه هو ما قالش هو قال إن هو بيبقى يعد مرة واحدة بيبقى رد فعله إن هو المرض ده بيبقى ساكت معاهم ساكت هاقولك أكيد الترياو عليه أكيد أكيد عاده مالك المرض ده بتبقى ردود الأفعال غير متناسقة خالص مع الموقف يعني إن حاجة ما تستهلش بيبقى رد الفعل فيها عنيف جدا يعني هو لممكن حاجة ما تستهلش يروح هو متعصب متعصب ورامي حاجة كسر حاجة يضرب حد على رأسه رفع سكينة أو عامل وبعد كده بيبدأ يندى مع التصرف وبيقول إن هو ما كانش الموقف ما كانش يستهل كده بيبقى فيه أذر طب لو هم يستحقوا هذا التصرف هو برضو مريض هو مين اللي يحكم بقى يستحق مين اللي يحكم إن يستحقه ولا يستحق مين لا يعني على حسب الحاجة إيه هي يعني مين اللي يقدر يقدر أصنا ضد فكرة قصة الجوجمن دي إن أنا قدر أقول إن هو إن دا يستحقه دا ما يستحقه شو دا تصرفه صحه دا تصرفه أنا بشوف إن كل واحد يتصرف زي ما هو عايز بس إحنا بنبعرفين إيه الغلط وإيه الصح الولد بيتنبأ بحاجات يقول لك أنا ها أكسر مثلا حاجة أكسر حاجة بتتكسر أنا هعور إيدي هعور إيدي بيعور إيدي وإنت شايف الكامل اللي هو بيقوله دا إيه شايفها دي مش شايفة كلام مرضي شو أيا دا مش كلام مرضي لأ أنا لو ركست في حاجة عطيحصل أنا نهاردة يحصل مشكلة نهاردة يحصل مشكلة بيحصل مشكلة لا فيه فرق بين هو بيقول إن أنا الحاجة دي أنا أحسس إنها لما هتكسر مش عارف إيه وتروح الحاجة دي مكسورة كلام دا كله فيه نوع من أنواع الضلالات ضلالات العظمة طب بيشتغالة؟ بتنبأ بالغيب يعني آه يعني هو يعني اشتغالة؟ هو ما بيشتغلناش أما ليه؟ لا هو مصدق اللي هو فيه طب دي ممكن بس فيه ناس بتقولك فيها كثيرا نفسي بتقولك أنت بتكذب الطاقة لك أنا أنا هيتنسب عليها هيتنسب عليها أنا هترفض لا أنا 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 كلام دا مش مزبوط لكن هو دلوقتي ممكن يكون اللي بقولك إن هو بعد ما الحاجة تكسرت إن هو أصلاً كنت بفكر نحو تكسر فتكسرت كلام دا مش مزبوط لكن مش مزبوط لما فيه ناس تقولك مدتيشن ممكن عدت تخيل مثلاً فرحي معرفش فين وعيالي معرفش فين لا دا بيعمل ريلاكسيشن دا بيعمل المدتيشن دا بيعمل تهدئة كأنك بتعملي تمرينات بالزبط كده للمخل نعمل ريلاكسيشن لما كده أنا بجيب الأنجي الحلوة لي الحلوة ما هو دا اللي احنا عايزين نحن عايزين نوقف دماغك عن التفكير المدتيشن دا الفكرة فيه إن أنا بوقف دماغي عن التفكير فبعد أسر حقولك تخيل إن أن أنت ماشية في جنينة وفيه شجرة مش عارف إيه عشان في الآخر أقولك الله إحنا بصي بقالك ساعة دلوقتي فكرنا في حاجات حلوة فأنت ريحتي دماغيك شوية وعبال ما تبدأي تاني تقلقي وترجعي للقلق تاني هتاخدي وقت لأن معظم نصر عندهم قلق ألقانين على طول مش دا حلو إن أنا بأجزب الطاقة الحلوة لي الطاقة الإجابية لي حلو طب ما هو بقى بيأجزب الطاقة السلبي يقولك بيقول أنا هتعور هنتعور هنتعور ما يلزم هتتعور ياب لا بس مش هتوصل ذلك إنه يتعور يعني أنا أقعد كده أقول أنا هتعور 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 حاجة هتعور لا بالبلدي بيقولوا كده يعني دكتور وأنا بقطع ما سأقولك بتفقري نفسك أنت اللي جبت لنفسك الفقر لا لو أنا ماسك حاجة بقى بعور نفسي يعني آه لا دي قصة تانية ما هو بيقول كده بيبقى ماسك الحاجة وبتعب يعور نفسك آه هو ده بس هو برضو تعوير النفس ده إيه إيه رأيك يعني زي ما هو بيقوم يضرب الناس هو بيضرب نفسه هو كمان